السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكل طلاب تالت سنوي طلاب الاعزاء عاملين ايه يا رب تكونوا بخير طبعا احنا بدأنا كده في شرح الدعامة في الانسان فانا عايز اخدكم في جولة كده جوا جسم الانسان على برنامج سريدي نشوف كده العظم ونشوف منظر العظام قدامنا ونشوف ازاي الانسان ده بيقدر ان هو يتحرك وندي نعمة كبيرة كده يعني ربنا نعم علينا بيها وطبعا احنا في طريقنا على برنامج السري ده برضو هنكون مقيدين بالمنهج بتاعنا لان فيه تفاصيل كتير وتفاصيل دي مش علينا ففي طريقنا هناخد معنا برضو كتاب الامتحان يعني احنا في طريقنا كده هنلجأ لكتاب الامتحان ان شاء الله احنا كانت درس بتاعنا اسمه الدعامة في الانسان فحنا انه قلنا الجهاز الهيكالي ده بيتكون من خمس مكونات وهما الهيكل العظمي والغضريف والمفاصل والاربطة والاوطار وساكنا الهيكل العظمي ده وقسمنا الهيكل محوري وهيكل طرفي احنا النهاردة على قد ما نقدر نحتاجين ان احنا نشوف شكل العظم ونفهم العظم عامل ازاي فين في الهيكل المحوري يعني لو نكتفي بهذا الجزء بس نفهمه كويس كده ونسبت كده المعلومة بطريقة الصور السري دي اللي قدامنا فده كده قدامنا شكل الهيكل العظمي فاحنا قلنا ان الهيكل العظمي ده عدده عبارة عن متين وستة عظمى متين وستة عظمى بيتكونوا الهيكل العظمي في جسم الانسان بس طبعا عشان ندرس المتين وستة عظمى محتاجين ان احنا نقسمهم فقسمناهم لعظام موجودة في المحور بتاع جسم الانسان فنقول عليها الهيكل المحوري بدا كده مين ده الهيكل الايه الهيكل المحوري الهيكل المحوري لو هنجيبها من فوق كده بيشمل كلها مين بيشمل كلها من الجمجمة يبقى الجزء ده اللي هو الجمجمة والجزء ده اللي هو القفص الصدري ومن وراء بيكون في العمود الفقري طيب فاضل ايه تاني بعد يكون فاضل الاطراف الطرف العلوي والطرف السفلي موجودة فين؟ موجودة على الاطراف حتى بنقول عليهم طرف علوي وطرف سفلي فنقول عليهم الاتنين مع بعض كده الهيكل المحوري طيب الهيكل المحوري سواء كان الطرف العلوي والطرف السفلي عدده كام؟ عدده 126 عظمة هنقول الاعداد دي تاني 126 عظمة والهيكل ده الهيكل الطرفي لكن الهيكل المحوري عدده 80 عظمة طيب تعالوا نشوف كده فيديو سريدي لشكل العظم في جسم الإنسان ده كده جسم الإنسان أنا أقول لك ده كده الهيكل العظم شكل الإنسان هو بتحرك العظم بيتحرك إزاي؟ أقول لك من أهمية الأعظام أن هي بتحميل عضايا الداخلية زي المخ زي بقتيني عا كده اللي جمهة دي بتحميل المخ بيكون جواها المخ ومتنسبة لعضايا الحس وقفر الصادر بيحمي الراثين والعمود التي تشروع مستقر ويمكن التحميل ونقاع الشوكي وبرضو مبين وظاف العظم اللي هي بتكوين قولات الدم الحمر لذي قولات الدم الحمر اللي ربين في السنطانية بتكوين داخل المخاري الأزور شخص يتكوين داخل المخاري الأزور والإنسانات بين السكيل الإنسان وقعدين الرأى اللي بيعصر أسماء حركة لنسان والمخ يبعد دائرة الأزور العصبية من دائرة الأزور والعضلات بتبدأ ان هي تشد العظم وطبعا مكون متصلة بالعظم عن طريق الاوطار واللي هنفهمها بعد كده فتبدأ العظم ان هو يتحرك كيب احنا كده بشكل عام عرفنا ان كده ان الجهاز الهيكلي في جسم الانسان بيتكون من هيكل عظمي عدده كله على بعضه 206 عظمة بعد كافي غاضريف اللي بتكسو سطح العظام وعد كافي مفاصل واربطة واوطار هنتكلم عنهم كلهم باستفاضة طيب مساكنا الهيكل العظمي ده اسمناه الى هيكل محوري الهيكل المحوري بيكون عدد العظام بتاعته 80 والهيكل الطرفي فاضل كده كان من 206 126 اللي هو الطرفي فاحنا النهاردة هنتكلم عن تركيب الهيكل العظمي اللي اسمناه الى هيكل محوري وهيكل طرفي قلنا الهيكل المحوري عدد العظام بتاعته 80 والهيكل الطرفي 126 وعشرين. طيب. بعد كده. الهيكل المحوري ده. هنشرحه اليهر ده ان شاء الله. ما ساكنة فيه. لقينا في العمود الفقري. شوفنا طبعا العمود الفقري. فعدد. اه عظام العمود الفقري كلهم على بعضهم ستة وعشرين عظمة. العظام بيكونوا ستة وعشرين عظمة. schlimm ده اه ونفهمها لما نيجي العمود الفقري. طيب الجنجومة الجنجومة عددتهم تسعة وعشرين عظمة. طيب الكرص الصدري خمسة وعشرين عضمة نيجي نجمعهم كلهم. هيطلعونا اه هيطلعونا تمانين عضمة. تمانين عضمة. طيب كده الهيكل الطرفي في مية ستة وعشرين. الحزام الصدري والطرفين العلويين بيدون اربعة وستين عضمة. والحزام الحوضي والطرفين السفليين بيدون اتنين وستين عضمة. هي فبقى كده الاجمالي كله متين وستة عضمة. طيب بنرجع تانين كده للمنزر بتاع سري دي. ادي كده شكل الهيكل المحوري. اللي هو القفص الصدري. والآه جنجمة وقفص صدري وعميد فقري وهيكل طرفي سبعا كان الطرف العلوي والطرف السفلي. طيب قلنا انه وظيفة آآ الهيكل العظمي انه هو الدعامة طبعا والحركة. احنا عندنا اصلا فصل كله اسمه الدعامة والحركة. فالدعامة والحركة بنلاحظها ان هي في آآ يعني اللي بيقوم بيها الحركة بيقوم بيها. الهيكل محوري والدعامة بتكون آآ عن طريق الهيكل محوري والهيكل الطرفي برضو. حماية العضاء الداخلية زي احنا زي مثلا عندنا الجنجمة بتحمي المخ والقفص الصدري بيحمي القلب والرقتين. والعمود الفقري بيحمي النخاع الشوكي. آآ وقلنا كمان ان هو وظيفته انه بيدينا بيكون لنا النخاع العظم بيكون لنا كرات الدم الحمرة. ده غير ان طبعا الهيكل العظمي ده بيدينا الشكل والقوام. فبنلاحظ ان في اشخاص تخينة اشخاص طويلة اشخاص قسيرة وهكذا. تعال كده ناخد نبزة سريعة عن انواع العظام. احنا عندنا في الكتاب هنا قال لك ايه? آآ بيقول لك يتكون الهيكل العظمي من متين وستة عظمة. لكل عظمة شكل يعني كل عظمة ليها شكل وحجم. يعني العظم ده المتين وستة عظمة دول بيختلفوا في شكلهم وحجمهم على حسب الايه? على حسب الوظيفة. اللي بتقوم ايه? اللي بتقوم بيها. فلما اجا اقول لك هنا تعال نشوف كده شكل العظام. فاحنا عندنا اللي هو ايه? آآ انواع العظام. في عندنا عظام تلاقيها طويلة. زي اللي هو العدد. عدمة العدد. دي عظام طويلة. عدمة الكعبرة. طويلة عدمة الزند. طويلة عدمة الفاغز. اطول عدمة موجودة في جسم النسان واليه? عدمة الفاغز. في عظام مسطحة. عظام مسطحة زي مين? زي عزام الجمجومة. بتكون مسطحة. في عظام غير منتظمة في شكلها زي الفكرات. وشكلها مش منتظم. في اه زوائز حاجة اسمها زوائد عظمية زي عدمة الرطفة اللي بتكون موجودة في الرجبة. في عظام قصيرة زي مسلا عظام الرزغ اللي موجودين في مفصل الرزغ او عزام رزغ رزغ القدم. يبقى دي كده العظام دي بتختلف في شكلها وفي حجمها على حسب وظيفتها. وشفنا ان في معنا كده خمس انواع واشكال من العظام. طيب فاحنا عندنا دي كده شكل عظام الجنجمة. ده الجزء الخلفي. دي كلها اسمها عظام مسطحة. يعني عظام الجنجمة دي اسمها عظام مسطحة. آآ عندنا عظمة لوح الكتف برضو من انواع العظام المسطحة. عندنا عظمة القص. دي كده عظمة القص. برضو من العظام المسطحة. وبرضو الدلوع من العظام المسطحة. طيب من امثلة العظام الطويلة. عندنا العدد. ادي كده دي عظمة العدد. اللي موجودة في الطرف العلوي. عندنا الريدياس والارنة اللي هي القعبرة والزند. الزند هو القعبرة. عندنا آآ عظمة الفاغز. اطول العظمة موجودة في جسم الانسان دي. دي كلها من امثلة العزام الطويلة. عندنا القصبة والشازية. دي كده اسمها القصبة. ودي عظمة القصبة ودي عظمة الشازية. اه عندنا برضو السلميات اللي هي لا السلميات من 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 العظم القصير. ولكن عندنا عظم كفة كف الايد. ده كده اسمه كف الايد. وكف القدم. عندنا الفلنجيس برضو. الفلنجيس فعلا من العظام الايه? من العظام الطويلة. طيب. عندنا من العظام القصيرة قلنا الكربلز اللي هي رزغ اليد ورزغ الترسلز اللي هي رزغ القدم. دي كده عظام رزغ القدم. طيب من امثلة العظام العظام الغير منتظمة في شكلها. عندنا عظمة الفقرات. عظام الفقرات كلهم غير منتظمة في شكلها. عندنا البلفيك بون اللي هي عظام الحوت برضو غير منتظمة في شكلها. والعظام السيسامويت بونز اللي هي العظميات الزيادة. عندنا عظمة الرطفة اللي هي صابونة القدم. دي برضو من العظام العظام الغير العظام السيساموي دي يعني العظميات الاضافية بنعتبرها كده عظم اضافي طيب نيجي بعد كده نمسك الهيكل المحوري احنا قلنا ان الهيكل المحوري ده عدده 80 عظمة بينقسم العظم الجمجمة جمجمة عدد عظام الجمجمة 29 عظمة والعمود الفقري اللي بتكون من 26 عظمة والقفص الصدري اللي بيتكون من 25 عظمة فنمسك اول حاجة كده وهي الجمجمة الجمجمة نقدر ان احنا نقسمها لاربع اجزاء تعالي كده نرجع بالكتاب برضو عشان ما نروحش بعيد احنا بقول لك ده كده ده الشكل اللي احنا بنا بنتكلم فيه فنمسك اول حاجة هنتكلم عنها هي الجمجمة احنا شكلنا عدينا الجمجمة بص الجمجمة بتكون من جزء اين جزء الخلفي او جزء اللي بنقول عليه اسمه الجزء المخي وجزء امامي بنقول عليه الجزء الوجهي طب احنا نقدر نعتبرها اربع اجزاء عشان بس اه نسهل على نفسنا احنا نقسم الجمجمة دي لاربع اجزاء اول جزء هنقول عليه الجزء الخلفي الجزء المخي او الخلفي والتاني جزء هنقول عليه الجزء الوجهي او الامامي وتالت جزء اللي هي عظميات السمع عظميات الايه عظميات السمع اسمها عظميات السمع لانها عبارة عن عظميات صغيرة ورابع جزء هو العظم اللامي العظمة اللامي عظمة اسمها العظمة اللامية او العظم اللامي الجزء المخي اللي هو الجزء الخلفي اللي بيكون موجود في مؤخرة المخ عدد العزام اللي فيه كام تمانية طيب الجزء الوجه اللي بيكون موجود فيه الوجه عدد العزام اللي فيه كام اربعة عشر طيب عظميات السمع تلاتة بيكونوا في كل نحية فتلاتة وتلاتة يعني كده ستة. والعظم اللامي واحدة فنيجي نجمح هم كلهم يدونا تسعة وعشرين عظمة. تسعة وعشرين عظمة. فهنا كده اقول لك ايه? الجزء المخي اللي خالفي ده بيتكون من تمن عظام تتصل بقى تتصل بعضها عند اطرافها المسننة اتصالات متينة. وتشكل هزي العظام تجويفا يستكر فيه المخ. طيب ليه يستكر في المخ? عشان يحميه. طيب يوجد في قاع الجزء المخي سقب كبير سقب الكبير لكي يتصل من خلاله المخ بالحبل الشوكي. والمخ والحبل الشوكي انا بقول لك ايه? المخ والحبل الشوكي اللي اتنين دول مع بعض بيتكونوا حاجة اسمها الجهاز العصبي المركزي. خدنا الحتة دي في سنة تانية. المخ والحبل الشوكي مع بعض بيتكونوا الجهاز العصبي المركزي. وبيكون موجود في اخر في نهاية الجزء الخلفي من الجنجمة سقب اسمه السقب الكبير. تعال كده نشوفي الكلام ده قدامنا سري دي. ادي كده الجزء المخي اهو. او الجزء الخلفي. عدد العزام اللي في كم? تمانية. تمان عزام. تمان عزام. عدى عندنا مسلا العزم الامام اهو. ده اسمها العزم الجابهي. فاكرين احنا الفص الجابهي. ده كده اسمه العزم الجابهي. وده كده اسمه آآ العزم الكفى وعزم مؤخرة الرأس. طيب هنيجي نمسك الجمجوم كده ونبدأ نقلبها من تحت هنلاحظ ان فيه سقب اهو. السقب ده اسمه السقب الكبير. جوة الجمجومة يعني مسلا لو جينا نشينا العظمة دي كده نعمل هايد وشينا العظمة دي كمان هايد. بيكون هنا في مين? مستكر مين? مستكر المخ علشان الجمجومة بتحميه. طيب المخ ده بيتصل من تحت بمين? بيتصل بالنخاع الشوكي. فالمخ لما يجي يتصل بالنخاع الشوكي بيتصل به من خلال السقب الكبير اللي موجود فيهن? اللي موجود في العظم القفوي ما دي اسمه العظم القفوي. عشان نقدر نشوف السقب الكبير ده. بنبص على الجمجومة من تحت يعني بيمسك وكده ونبص عليها من تحت فباللاحز فيه صقب كبير اسمه اسمه الصقب الكبير. هو صقبه كبير فعن نسميه الصقب الكبير. وظيفته ايه? وظيفته ان بيعدي المخ من هنا بيتصل من خلاله المخ بالنخاع الشوكي. طيب. ده كده مين? ده كده الجزء المخي. طيب تعال نشوف الكلام على الجزء الايه? الجزء الامامي. الجزء الامامي عدد العظام اللي فيه هم اربعتاشر عضمة. بيشمل كل من عظام الوجه. العظام يتكون موجودة في الوجه والفكين العلوي والسفلي. ومواضع عضاء الحس زي مسلا الودن والعين والانف. فتعال نشوف كده الجزء الايه? دعا نشوف كده الجزء الوجهي. ده كده منظر الجزء الوجهي. بيشمل كل من مين? بيشمل ده كده الفك السفلي. على فكرة ده عضمة الفك السفلي عضمة واحدة. وده العضمة الوحيدة في عظام الجنجومة المتحركة. ده كده عضمة من عظام الجزء الوجهي. وده كده الفك العلوي. الفك العلوي آآ عضمتين على فكرة. الفك العلوي عضمتين فك علوي ايمن وفك علوي ايسر. لكن الفك السفلي هي بتكون عضمة واحدة ومتحركة. ومتحركة. طيب يكون في عندنا مسلا العضمة الصغيرة اسمها العزم الانفي. دول عضمتين عزمة عزمة انفي ايمن وعزم انفي ايسر. تمام? عدد عزم الجزء الوجه كام بيكونوا اربعتاشر عضمة. بيكونوا كام? اربعتاشر عضمة. طيب ده كده مسلا تعال نشوف بها المفاصل هنا بيقاب يتكلمك على المفاصل ما بين اعزام الجنجمة. بص المفاصل بتاعت اعزام الجنجمة آآ بتكون مفاصل ليفية. المفاصل اللي فيها دي بتبقى عاملة زي 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 سن المنشار كده شايفينه منظر بتكون مسكة زي سن الايه? سن المنشار. فهنا بيقول لك ايه? يتكون من تمن عزام. ده جزء مين الخلفي. تتصل بعضها عند اترافها المسننة. المسننة زي زي المنشار. اتصالات متينة وتشكل هزي العزام تجويفا بيستكر فيه المخ. العزام دي لما تيجي تتصل مع بعضها بتتصل اتصال متين من خلال ايه السنون اللي موجودة دي. فده اسمه مفصل ليفي. بص دي كده جنجمة شخص كبير. احنا عارفين ان الطفل لما بيتولد بتكون بيكون مخه صغير بيكون حوالي تلتمية وخمسين تلتمية وخمسين جرام. طيب اه لما الشخص ده بيبدأ يكبر يكبر ويوصل لمرحلة او لسن البلوغ. اه المخ بيوصل لحوالي كيلو نص يعني الحجم المخ بيزيد. طيب المخ موجود فين موجود جوه الجنجمة. وبالتالي دي كده جنجمة طفل. الفرق ما بين جنجمة الطفل وجنجمة الشخص البالغ شايفين هنا دي كده المفاصل الفرق ما بينهم. جنجمة الطفل المفاصل لسه مالتحمدش مع بعضها. المفاصل لسه طرية. ليه? لان المخ عمال يكبر. وبالتالي الجزء ده بيكون قابل للحركة. حتى لو جيبنا جنجمة طفله وجينا ندوس عليه كده هنلاحز ان هو لين معنا. ليه? لان شكل المفاصل كده متقفلش لسه متقفلتش لسه مالتحمدش مع بعضها. لان الجنجمة قبلة لزيادة في الحجم. قبلة لزيادة دي تقفل مع بعضها. ومع تقدم العمر يعني مسلا لو في سن ده كده سن شباب شاب بالد. طب مع تقدم العمر المفاصل دي بيترصف فيها كالسام وبتتحول لعظم. يعني ممكن التمن عزام دول كلهم يبقى عبارة عن عظمة واحدة بس. لان ده كله بيتحول الى عظمة واحدة. المفاصل دي كلها مع تقدم العمر لما مسلا الشخص يوصل لستين وسبعين سنة المفاصل دي كلها بتقفل مع بعضها. تمام? ده كده شكل الجنجمة بتاعة الطفل. بلاحز ان المفاصل لسه ما افريدش مع بعضها هي. بتبقى جزء ده كده ليه في مارن معايا بروح ويجي معايا قابل للحركة علشان الموخ بيبدأ ان هو يكبر في الحجم. ولما بيكبر شوية بتبدأ المفاصل دي تقفل مع بعضها. الكلام ده بالنسبة للمفاصل. دي تاني كده نراجع لعظام الوجه. ده كده منظر الفكين الفك العلوي الايمن والفك العلوي العيسر. ده كده المندبل اللي هو الفك السفلي. العظمة الوحيدة المتحركة. ده العظم الوجن. ده كده العظم الوجني. اللي هو الوجنتين بتوع الانسان. هدي كده وجنة يمين. ووجنة شمال. طيب. دي كده شكل العظام بس دي بس احنا مش هنحتاج الكلام ده. دي في تفاصيل كتير مش محتاجين. التفاصيل دي في حاجة معالة. نيجي بعد كده العظم السامعي. احنا بيكون عمدنا في كل ودن تلات عظمات اه اسمهم العظم السامعي. فالعظمات السامع بيكون في كل جنب. يعني مثلا الجنب اليمين ده بيكون فيه ثلاثة والجنب الشمال ده بيكون فيه ثلاثة. اسمهم ايه? اسمهم على حسب شكلهم. يعني في عظمة شبه المتراكة كده. شبه الامر اللي هو الشكوش يعني بنقولها عليها مطراكة. فيه واحدة شبه السندان اللي هي بتاع الحدات quده لما بيجي يغبط بالمتراكة بيكون فيه جزء كده تحته. اسمه السندان السندان. وفي عضمة عاملة شبه الركاب كده لما يجبن نركب خصان بيكون فيه آآ حاجة تحت كده بحط رجلنا فيها اسمها الركاب. طيب احنا معنا تلاتة في كل تلاتة في كل ازن. تلاتة في كل ازن. يعني تلاتة في كل جنب. عضمة اسمها المتركة شبه المتركة وعضمة اسمها السندان عشان شبه السندان وعضمة اسمها الركاب عشان سبه شبه الركاب. عدتهم كلهم ستة. تعالي نشوف كده المنظر. احنا عندنا الودن بتنقسم الى 3 مناطق. ازن خارجية ده كده الحتة الشحمة بتاعت اللي هو الجزء الغضروفي. دي اسمها ازن خارجية. وفيه ازن وسطة. وفيه ازن داخلي. العضم ده بيكون موجود في منطقة اللي في النص في الازن الوسطى. قدي كده دي العضمة اللي اسمها المترقة ودي عضمة السندان ودي عضمة الايه الركاب. 3 عزمية صغيرين. ف كل جنب. كده فاضل معانا العضم اللامي. كده معانا العضم الايه اللامي. نجي نمسك العظم اللامي اللي اسمه ده كده منظر العظم اللامي. عظمة بتكون موجودة اسفل الفك السفلي. نقدر نحسس عليها كده الجزء البارز ده بس نخلي بالنا لان الجزء البارز اللي تحت ده اللي هي الغضاريف البتاعة الغضاريف بتاعة الغدة الغدة الضرقية. يكون في عندنا غدة ضرقية هنا. وده اسمها الغضاريف. فميز ما بين الغضاريف ده. الغضاريف بتكون موجودة تحت. والعظم اللامي بيكون موجود فوق وبيتصل بالعديد من العضلات والعديد من الاربطة. ده كده كان كلامنا على الجنجمة. كان كل التفاصيل بتاعتنا على الجنجمة. عرفنا ان هم تسعة وعشرين عضمة. جنجمة تسعة وعشرين عضمة. ده كده قلنا ان هي تسعة وعشرين. تمانية في الجزء المخي. واربعتاشر في الجزء الوجهي. وستة اللي هم عظمية السامع وعضمة اللي اللامي مجموحهم كلهم ستة تسعة وعشرين عضمة. ادي كده منظر الجنجمة. ده كده منظر جانبي. منظر امامي. ومنظر صفلي بنشوف منه الصقب الصقب الكبير. منظر صفلي. نيجي بعد كده للعمود الفقري. عدد عزام العمود الفقري هو ستة وعشرين عضمة. ستة وعشرين عضمة. بينقسم لكم منطيع بينقسم معانا لخمس مناطق. او المنطقة موجودة في الرائبة اسمها المنطقة العنقية او الفكرات العنقية. دعا نشوف سري دي كده. ادي كده الفقرات العنقية. اول دي اول فكرة في الفقرات العنقية اللي بتكون متصلة على طول بالسقب الكبير. اهيه. ده كده السقب الكبير هو الموجود هنا. اسفل الجنجمة. ودي اول فكرة في فاكراته العنقية. اسمها الاطلس. وتاني فكرة اسمها المحور. يبقى اول فقرة اسمها اطلس وتاني فقرة اسمها المحور. وبعد كده الخمس فقرات التانيين. فيبقى كده عددنا سبع فقرات اسمه سبع فقرات عنقية. السبع فقرات الايه? العنقية. بعد كده بيكون معانا الاتناشر فقرة زهرية. دي كده الاتناشر فقرة زهرية موجودين في منطقة الظهر. اهمة شكل الفقرات الزهرية. وبعد كده بيكون معانا خمس فقرات قطنية. دي كده الخمس فقرات قطنية اهمة. دي خمس فقرات لو نجي نعديهم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وبعد كده معانا الخمس فقرات آآ عجزية دي كده الفقرات العجزية اه دي منظر الفقرات العجزية بنوع لها فقرات ملتحمة مش منفصلة يعني بس اقولك على حاجة احنا لما جيت لما جينا اتكلمنا عن الفقرات قلنا ان الفقرات عددهم يعني العمود الفقر ده بيكون في ستة وعشرين عظمة ستة وعشرين عظمة طيب طب عدد الفقرات تلاتة وثلاثين فقرة طيب هو ليه تلاتة وثلاثين فقرة وستة وعشرين عظمة لأن لو جينا نحسبهم كعظام هنلاقوهم ستة وعشرين بسبب ان احنا عندنا عندنا بص احنا قسمناوا هل حاجة لخمس مناطي تعال كده نشوف الرسم دي قسمناهم لخمس مناطي اول منطقة اسمها الفكرات العنقية. دي كده الفكرات العنقية. تاني ما انتهى اسمها الفكرات الصدرية او الظهرية. تمام. طب الفكرات العنقية فيهم كم فكرة? سبعة. سبع فكرات. طب الظهرية كم فكرة? اتناشر فكرة. طيب الفكرات الكطنية فيهم كم فكرة? خمس فكرات. طيب الفكرات العجزية فيهم كم فكرة? خمس فكرات. الفكرات العصاصية اللي تحت فيهم كم فكرة? اربح فكرات. طيب. جينا هنا عند الفكرات الفكرات العنقية ولاحزنا ان هما بيكونوا متمفصلين يعني المتمفصلين يعني كل فكرة بتكون متمفصلة معالة تحتها فلو هنجي نعدهم كعظام السبع فكرات متمفصلين يبقى كده هما سبعة برضو سبع عظام طب جينا نبص على الفكرات الصدرية لانهم برضو متمفصلين يعني متمفصلين على كل فكرة منفصلة لعب تانية لو هنجي نعدهم كعظام عادتهم يكون برضو 12 طب نجي نبص على القطنية برضو فكرات متمفصلة عادتهم كان فكرة اه عدتهم خمس فكرات طيب وعدتهم كعظام طالما ممفصلين يعني متمفصلين بعداتهم كعظام خمسة برد. طب جينا نبص بقى على الفكرات العجزية. انا بص كده على الفكرة العجزية. لاحزنا ان هم ملتحمين. متصلين مع بعضهم. مزي الفكرات اللي فوق. انا بص الفكرات اللي فوق اللي هي القطانية. بص الفكرة دي الفكرة القطانية الخامسة ودي الفكرة القطانية الرابعة. دي لوحدها ودي لوحدها. متمفصلين مع بعض من وراء. متصلين مع بعض هوت من وراء عن طريق الانتول مفصلي الامامي والخلفي هنفهم من الحتة دي. فتلاقيهم ايه? دي فكرات ما لها مطمفصلة مطمفصلة. فدي فكرة وعظمة ودي فكرة وعظمة ودي فكرة وعظمة. فنيجي نحسبهم خمس فكرات وخمس عزام في نفس الوقت. لكن بص بقى الساكرم اللي هي الفكرات الفكرات العجزية. هما خمس فكرات. ادي بص. ادي فكر. يعني لو نحسبهم كفكرات. ادي فكرة. التانية. التالتة. الرابعة. الخامسة. طب نيجي نحسبهم كعظمة. لاحزنا ان هما الفمس فكرات ملتحمين. متوصلين ببعض. يبقى كعظمة هنحسبهم كعظمة واحدة. وهكذا نفس الفكرات الكوكسكس اللي هي العجزية. الفكرات العجزية. عددهم كم فكرة? اربح فكرات. ادي فكرة والتانية والتالتة والربع صغيرة خاصة. طيب عددهم كعظمة هما ملتحمين مع بعض. يبقى عددهم كعظام آآ آآ عظمة واحدة بس. علشان كده. علشان كده الفكرات العجزية كاعزام هيكونت عضمة واحدة. طب الفكارات العصاصية كاعزام برضو هيكون عضمة واحدة. علشان كده لما نجي نحسابهم هنلاحظ ان هما ستة وعشرين العضمة وتلاتة وتلاتين فكرة. فمسلا ممكن يجي لك سؤال ي POWضل ولكن عدد عزام العمود الفكر ستة وعشرين العضمة وعدد فكرات العازمة بالرغم من ان عدد فكرات العمود الفكر تلاتة وتلاتة وتلاتين فكرة هتقول لي لانه الفقرات العجزية عددهم خمس فكرات ولكنهم متمفصلين. فيمكن احتسابهم عظمة واحدة. والفكرات العصوصية عددتهم اربع فكرات ولكنهم متمفصلين. يعني آآ عفوا ملتحمين. متوصلين ببعض. مش متمفصلين. ملتحمين. وبالتالي يمكن احتسابهم فقرة واحدة. طيب بالنسبة برضو آآ لعدد الفكرات. احنا عندنا قلنا ان في خمس مناطق. خمس مناطق. الفكرات العنقية عددهم سبعة فهنبدأ نعدهم من واحد لسبعة. طب الفكرات الزهرية عددهم اتناشر. نبدأ نعد من من التمانية للتسعتاشر. عدد الفكرات القطنية عددهم كم خمسة. هتنبدأ نعد من عشرين لأربعة وعشرين. طب عدد الفكرات العجزية من خمسة وعشرين لتسعة وعشرين وكزا. فلما جايس سألك سؤال لك مسلا آآ الفكر رقم تمنتاشر تبع عنه منطقة من الخمسة. الفكر رقم تمنتاشر يبقى كده احنا معانا آآ تمنتاشر هنا يبقى كده فكرات ظهرية. طب لو جيت قلت لك الفكر رقم اتنين وعشرين اتنين وعشرين يبقى احنا معانا القطنية من عشرين لأربعة عشرين يبقى اتنين وعشرين دي من الفكرات القطنية. طب لو جيت قلت لك آآ عدد مسلا الفكرات آآ مثلا الفقرة رقم آآ واحد وتلاتين واحد وتلاتين يبقى كده تبع عن الفكرات الايه العصعصية وهكذا يبدأ اللي هيفيدنا في الترتيب. طب الفقرة التامنة. طبعان هي منطقة التامنة. دي بداية الفكرات الزهرية. او الفكرات الصدرية. طب بالنسبة للحجم. احنا كل ما بننزل من الفكرات العنقية. لحد الفكرات القطنية بنزيد في الحجم. فنيجي نبص كده على الرسمة. تعال نجيب كده العمود الايه? العمود الفقر. ده كده منزر العمود الايه? العمود الفقر. فكل ما ننزل في الحجم بنلاحظ ان الفكرات بتزيد. تعال نشوف كده اول فقرة فوق. اول فقرة فوق واللي اسمها اطلس. اهي. ده كده شكل الفقرة. بعد كده دي الفقرة التانية واللي هي اسمها الفقرة المحور. فاحنا كل ما بننزل كده منظر الفقرة. كل ما بننزل بص الفقرة كل ما بننزل الفقرة اللي تحت بتكون اكبر من اللي فوق. وهكزا. فالفقرات عمالة تزيد في حجمها. تزيد في حجمها. بكده الفقرات عمالة تزيد في حجمها. تزيد في حجمها. لحد ما نوصل للفقرة اخر فقرة في الفقرات القطنية والفكر رقم اربعة وعشرين. ده كده الفكر رقم اربعة وعشرين. وهي اكبر الفقرات حجما. فلما اقول لك اكبر الفقرات حجما هتقول الفقرات القطنية. ليه هي اكبر فقرات? لان حمل الجسم بيكون عليها. حتى اكبر الفقرات تعرضنا للانزلاك الغضروفي هي الفقرات القطنية. لان حمل الجسم بيكون عليها. وبالتالي هي اكبر الفقرات في الحجم. واكبرهم هي اخر واحدة تحت اللي هي رقم كم? رقم اربعة وعشرين. بعد كده بداية من اربعة وعشرين تالي الحجم بيبدأ يصغر تاني. يصغر تاني لحد ما يوصل للفقرة رقم تلاتة وتلاتين. فلما نيجي رسم مسلا رسمة في الكتاب هنا بيقول لك كده بداية من الفقرة رقم واحد لحد الفقرة رقم اربعة وعشرين الحجم معانا بيبدأ ان هو يزيد يزيد يزيد. لحد اكبر حاجة في الفقرات وليلا اربعة وعشرين. طب لو هنكمل لحد مسلا تلاتة وتلاتين. نبدأ بقى الفقرات تبدأ تصغر في الحجم تاني تصغر في الحجم تاني. لحد ما تنزل طبعا مش هتوصل للصفر لان ما فيش فقرة حجمها صفر. كده كده لها ايه? لها حجم. فتفضل. بس الفقر رقم تلاتة بتلاتين بتكون اصغر من الفقرة رقم واحد. لان الفقر رقم واحد بداية حجمها يكون مسلا من الجزء ده كده. الفقر رقم تلاتة وتلاتين هيكون الحجمية هنا وبالتالي ده هيكون اصغر. هتكون اصغر من حجم الفقرة رقم واحد. يعني مسلا لما اجا اقول لك مين الاكبر في الحجم? التلاتة وتلاتين ولا الواحد طبعا هتقول لي الاكبر هي الواحد والاصغر التلاتة وتلاتين. واكبر فقرات حجما هي رقم اربعة وعشرين. طيب لما اجا اقول لك مسلا مين الاكبر في الحجم? الفقر رقم تسعتاشر ولا الفقر رقم تمانية? تيجي تقول لي تسعتاشر تسعتاشر دي ممكن تكون هنا. اهي. طب دي كده تسعتاشر. طب تمانية ممكن تكون هنا. مين الاكبر في الحجم? لا تسعتاشر. تسعتاشر اكبر. طب الفكرة مسلا رقم اه اتنين وعشرين ولا الفكر رقم عشرين? اتنين وعشرين ممكن تكون هنا كده. اتنين وعشرين تبقى في المنطقة دي. واحد عشرين ممكن تكون في المنطقة دي. بقى من الاكبر اتنين وعشرين. يبقى احنا كل ما نروح نحية الفكر رقم اربعة وعشرين الحجم بيزيد معنا. كل ما نبعد عنها? الحجم بي ايه? بيقل معنا. وتبقى اكبر الفقرات حجما القطانية وباخر فقرة في يوم هي الفقرة آآ القطانية الاخيرة اللي هي الفقرة اربعة وعشرين. طيب بالنسبة للاشكال الفقرات احنا معانا خمس مناطق. كل منطقة مختلفة في شكلها. يعني مسلا الفقرات لو هنمسك مسلا الفقرات الفقرات اللي الفقرات العلقية. هنلاحز ان لها شكل معين. ده شكلها كده ايه? مختلف. عن الفقرات مسلا الظهرية ده شكلها مختلف شوية. شكلها مختلف شوية. طب نيجي نمسك الفقرات دي كده الفقرات الظهرية. طب نيجي نمسك الفقرات القطانية دي كده الفقرات القطانية. شكلها مختلف شوية عن الفقرات الظهرية. طب تيجي نمسك العجزية. نلاحز ان العجزية شكلها مختلف عن العصاصية. فايه بي احنا كده معانا خمس مناطق بخمس اشكال مختلفة. يبقى المفروض ان انت تيجي تقول لي ما يقول لك مسلا كم عدد اه اشكال الفكرات? هتقول لي خمسة. هقول لك لا بس خلي بالك في حاجة معين. او الفكراتين في الفكرات العنقية كل واحدة منهم لها شكل مختلف. فلما نيجي نبص على الفكرات العنقية احنا معنا سبع فكرات عنقية. اول فقرة اسمها الاطلس. دي فقرة اه فقرة الاطلس. تعال نعمل كده يعني نخفي كله ونسيبها هي. اهي. ده كده شكلها. ده كده شكل الفقرة. ما عندهاش جسم. ما عندهاش جسم الفقرة. فتلاقي شكلها مختلف. طب تعال نرجعها كده تاني. فالاطلس دي لها شكل مختلف عن البقية الفقرات. تعال نشوف مسلا فقرة مسلا رقم آآ آآ رقم خمسة. الفقرة خمسة عنقية. خمسة عنقية. تعال نشوفها كده. لا ده شكلها مختلف عن مين? شكلها مختلف طبعا عن الفقرة رقم اطلس. وبالتالي كده احنا معنا في المنطقة العنقية الفقرة الفقرة حقم خمسة مختلفة عن الفقرة الاولى اللي هي الاطلس. طيب الفقرة التانية وهي المحور ده كده المحور اهو تعان نعمل هي autopulla ونشوف شكل المحور عامل ازاي طالع منه سن علشان يتصل بمين بالاطلس من فوق فشكلها مختلف عنهم. وبالتالي كده المنطقة دي منطقة الفقرات العنقية على بعضها فيها كم شكل فيها ثلاث اشكال. اباحنا معنا في فقرات العنقية فيها كم شكل? ثلاث اشكال. ثلاث اشكال. الاطلس لها شكل والمحور لها شكل والخمس فكرات التانيين ليهم شكل. طيب نجمع بعنا احنا كنا بنقول ان معنا كم شكل خمس اشكال ونزود عليهم الشكلين الاطلس والمحور احنا كده معنا سبع اشكال للفكرات. سبع اشكال للفكرات. نيجي بعدك انا نشوف الفقرة النموذجية. اه ندرس تركيب الفقرة النموذجية. هنختار الفقرة النموذجية بحيس ان هي تكون فقرة فيها كل التفاصيل. وما يكونش فيها تفاصيل زيادة مش محتاج لنا. فالفقرة النموذجية هتكون الفقرة القطانية. فنما نيجي نمسك الفقرة القطانية علشان ندرس شكل الفقرة القطانية. بص كده نمسك فقرة قطانية قدامنا هوت. او تعالى بسلا ناخد المنظر ده. ده كده منظر الفقرة القطانية. الجزء اللي اخدر ده هو اسمه جسم الفقرة. جزء عظمي سميك موجود في المقدمة. بيكون جزء يعني مسلا ده كده. ده الجزء ده الامام هو دي نحية البطن وده نحية الظهر. دي نحية البطن اللي هو الجسم ده اللي اللي باللون اللي اخدر لما بضغط عليه بيتلون معاه باللون اللي زرق. اسمه جسم الفقرة. جزء عظمي سميك موجود في قدام ولا ورا? لا بيكون موجود قدام. طيب ممكن نشوف تاني الشكل عشان خطر اه نتأكد هو موجود قدام ولا ورا? ادي كان شكل الفقرات. فين الجزء العظم ادي كده الكفز الصدري والمنطقة دي منطقة البطن. از الجزء العظم السميك عدد بيكون موجود في المقدمة. اهو موجود قدام. طب نحية الظهر بيكون في موجود موجود حاجة اسمها النتوء الشوكي. النتوء الشوكي. المفروض احنا حفظنا الاسامي دي من الشرح. طيب نرجع تاني لشكل الفقرة النموزاجي. يبقى احنا معنا جزء عظمي سميك موجود قدام ولا ورا موجود قدام. ممكن عليه موجود في الجهة الامامية. او ممكن عليه برضو موجود في الجهة البطنية. البطن موجود فين? موجودة قدام. طيب. يبقى اول حاجة اللي هو مين الجسم الفقرة. بعد كده بيكون في نتوئين طلعين بالعرض. ادي واحد اهوت. يمين واحد شماء. نتوئين طلعين بالعرض اجي اسميهم والعليهم النتوئات المستعرضة. نتوء نتوئين مستعرضين. نتوئين مستعرضين. بعد كده بيكون في نتوء مفصل كبير اهوت موجود فوق. نتوئين اهومت على كل نحية. فنوء قد النتوء المفصلي الامامي او النتوء المفصلي العلوي ده كده اسمه نتوء المفصلي امامي يمين وده نتوء المفصلي امامي شمال طيب تحتهم كده بنقول عليه فيه نتوئين همت طبعا النتوئين المفصلي الامامي ده وظيفته انه بيتصل مع الفقرة اللي فوقها طيب تحتهم بيكون فيه النتوء المفصلي السفلي او الخلفي السفلي او الخلفي بحنا معنا النتوئين المفصليين اماميين بيتصل مع الفقرة اللي فوق وفيه نتوءين مفصليين خلفيين متصلين مع الفقرة من اسفل فاضل النتوء الشوكي اللي ورا خالص ده ده النتوء الايه الشوكي وبعد كده بيكون فيه الحلقة العصب الحلقة الشوكية بيكون الجزء العظم ده اللي دا يبدأك اسمها الحلقة الشوكية الحلقة الشوكية مع الحلقة الشوكية اللي فوق مع اللي تحت بيكونوا حاجة اسمها القناة العصبية اللي بيمر منها النخاع الشوكي يعني كده بص دي كده منظر الفقرات فقرة مع الفقرة مع الفقرات مع بعضهم كده بيتكونوا لحاجة اسمها الحلقة القناة العصابية اللي بيمر منها النخاع الشوكي. فنرجع اذا احنا معنا الجزء العظم السميكي اللي موجود في المقدمة اسمه جسم الفقرة. بعد كده النتوء المستعرضين اهمت. بعد كده نتوء فوق اسمه نتوء مفصلي امامي. نتوء مفصليين اماميين. وبعد كده نتوء تحت النتوء مفصلي خلفي ونتوء مفصلي خلفي يبقى نتوء المفصليين. بعد كيه النتوء الشوكي. فلما اجاول تك insan عدد النتوء المزدوجة عدد النتو التنة المزدوجة هتقول لي والله ان原因 انا معاه تلتة ازواج ادي واحد اتنين اللي تحت يبقى كده تلتة تلت نتوءات مزدوجة. طب كم عدد النتوءات كلهم هتقول لي سبعة? اه اذي اتنين اغمط اربعة اه في اتنين تحت. يبقى كده اتنين اربعة ستة سبعة. ده كده سبعة. طيب وظيفة النتوءات المفصلية الامامية. يعني مسلا بص حاجة اسألك سؤال حلو خلاص واقول لك الفقرة الفقرة القطنية دي بتكون بتقدر ان هي تكون كام مفصل. بتقدر ان هي تكون كام مفصل يا سلام على السؤال. الفقرة دي تقدر ان هي تكون كام مفصل. آآ الاجابة طبعا هتكون ستة. طيب ستة ليه? بص. دي فقرة قطنية. لما تجي تتصل مع اللي فوق بتتصل عن طري النتوء المفصليين العلويين. فدي بتكون مفصل هنا ومفصل هنا. تمام? وبيتكون متصلة مع الفقرة اللي فوقها فيه كرس هنا غضروفي. طب تعال نشوف الرسمة دي تاني. تعال نشوف الحتة دي تاني مع مع في منطقة معينة كده. بص. دي كده فقرة قطنية. تمام? ادي فقرة قطنية. لما تيجي تتصل مع اللي فوقها ده كده اسمه النتوء المفصل الامامي. وده كمان نتوء مفصل امامي. لما تيجي تتصل مع اللي تحت اه مع اللي فوقها اللي فوقها دي بتنزل نطوق اللي تحت اهوة اهو ده ده كده اسمه نطوق مفصلي اه خلفي او سفلي وده نطوق مفصلي خلفي او سفلي ادي كده اه اللي هنا بيتكونه مفصل وهنا بيكونه مفصل واللي اتنين مع بعض بيكونه مفصل اهوة مفصل غضروفي مع بعض يبقى كده الفقرة دي كونت تلات مفاصل مع الفقرة اللي فوقها كونت تلات مفاصل مع الفقرة اللي فوقها وكونت مع اللي تحتها نفس الفكرة. مفصل غضروفة هوات مع اللي تحتها الجسم مع الجسم ونتقل المفصلة العلوي اللي فوق متصل مع اه السفلي اللي فوق متصل مع تلاتة مع اللي تحت. الفقرة اه تكون ستة. ده الفقرة الكطنية. الكلام هيتغير لما نيجي عند الفقرة التانية اللي هي الصدرية. ايبا كده تعال نشوف كده الكلام بتاع الكتاب عشان بتكونش فيه حاجة فاتتنا خلاص عرفنا الخمس مناطق وسبع اشكال عرفنا السبع اشكال هذي ده ده شكل وده الشكل التاني وده الشكل التالي الرابع الخامس السادس السابع احنا معنا سبع اشكال للفقرات يبلغ عدد عزام العمود الفقري ستة وعشرين عظمة عرفناهم وذلك ليه للتحامل خمس فقرات العجزية معا كعظمة واحدة والاربع فقرات العصاصية كعظمة واحدة يحتوي العمود الفقري اه في الانسان على اربع انحناءات برضو الاربع انحناءات بص هنا لو جينا نمسك العمود الفقري تعالي نشوف كده منظر بالنسبة لانحناءات هنلاحز ان العمود الفقري مش مستقيم يعني الكلام ده يعني مش خط مستقيم مش خط مستقيم ده لاحز ان فيه انحناءات فنجي نبص على الفقرات العنقية نلاحز ان هي بتنحاني نحية قدام هي طلع نحية ايه نحية قدام طب نيجي الفقرات الصدرية اللي هي نحية وراء. طب ليه بتروح نحية وراء عشان خاطر توسع من تجويف الصدر. تقدر ان هي توسع من تجويف الايه? من تجويف الصدر. طب نيجي عند الفقرات الفقرات القطنية اللي هي طالعة قدام. الفقرات العجازية والعصعصية رجعة لورا. يبقى دلوقتي. لما اقول لك مسلا اه الصفة المشتركة ما بين الفقرات القطنية والفقرات العنقية. واقول لك مسلا في الاختراض الانحناء اتجاه الانحناء ايوة لان الفكرات العنقية بتنحني لقدام والقطنية بتنحني لقدام طيب تختلف صحة ولا غلط تختلف اه الفكرات اه العنقية مع الفكرات الصدرية في اتجاه الانحناء طبعا صح لان الفكرات العنقية قلنا بتتجه للامام انما الفكرات الظهرية بتنحني للخلف طيب نحفظ ها ازاي نحفظ ان العنقية بتكون عكس عكس الصدرية ومع القطنية يعني الاتنين ماشيين كده واحدة قدام واحدة وراء واحدة قدام واحدة ورا. احفظها من احفظها من الصدرية. الصدرية بتعمل ايه? الصدرية بترجع لورا عشان توسع المكان للرئتين. توسع التجويف بتاع الصدر. يبقى اللي فوها قدام واللي تحتها قدام. لانها واحدة يمين واحدة شمال. طيب اه لو حبي صعب عليها السؤال. هيقول لي هيقول لي والله انا لو جبت مسلا محور حديد وجيت في جسم الانسان كده وروح تنازل في منتصف او في مركز جسم الانسان. يعني انا مسلا ده كده جسم الانسان جيت في المحور ده كده وجيب جيب حتة حديدة. وهدت ان انا اه ادخلها في جسم ايه? في المحور بتاع في المركز بتاع جسم الانسان. فمسلا هتنزل هنا كده. يعني بس تعالى اه ارسم لها لك على الكتاب. ده كده شكل الفكرات. فانا هجيب اه مركز جسم الانسان مسلا هيكون محتاجين صورة تانية تكون اوضح شوية. ما فيش منظر الجانبي. خلاص خلينا في خلينا في الجزء ده كده. ده كده ده بينحاني القدام. وده بينحاني الورى. وده بينحاني القدام. ودول اه الورى. حاجة اقول لك مسلا والله هنا جيب محور وانزل في مركز جسم الانسان. مركز جسم الانسان يعني هينزل هتلاقي الخط نزل كده. 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 هنلاقي منظر الخط بالشكل قدامنا ده كده. اللي هو بالله احمر. فقول لك هتكون هل يا ترى اقرب الفكرات للمحور ده? هي الفقرة رقم مسلا تمنتاشر ولا الفقرة رقم اتنين وعشرين. تعال كده نشوف الفقرة رقم تمنتاشر دي فقرة ظهرية. يعني موجودة هنا. اهي. اهي. طب تعال نشوف الفقر رقم اتنين وعشرين دي فقرة قطانية. اهي. دي فقر رقم اتنين وعشرين ودي تلاتة عشرين وده اربعة وعشرين. اهي. واحد اتنين تلاتة اربعة. اهي. ودي الخمسة. بدي كده الفقر برقم اتنين وتنين وعشرين. مين منهم هيكون اقرب للخط اللي انا نزلت به ده لمحور الجسم? طبعا هتقولي الفقرة رقم اتنين وعشرين ده مفروض بلتنين وعشرين. طيب ليه تنين وعشرين? هتقول لي لان اتنين وعشرين دي بتنتمي الى الفكرات القانطينية والفكرات القانطينية بيكون اتجاه الانحناء بتاعها للامام فه precis تكون منحنية للامام. و Limit80 طبعا هينا عارفين ان الفكرات بتكون موجودة في في الظاهر. الفكرات بتكون موجودة في الظاهر. بدا الخط اللي هنزل بيه هوت. هنزل بخط كده في محور الجسم. اهو ده محور الجسم اهو. محور الجسم. محور الجسم. محور الجسم. اه نازل بخط كده في محور الجسم. اقرب الفكرات هتكون يا اما العنقية لانها بتنحاني قدام. او القطانيا لانها بتنحاني قدام. انما لو جاب لي فكرة من الفكرات الصدرية هقول له غلط لان دي بتنحاني اه للاسفل. اتمنى ان نكون فهمنا السؤال ده. تعالى برضو نتأكد كده من الكتاب لو في اي تفاصيل تانية قلنا الحجم قلنا ادي جسم الفقر هوات جزء عظم سميك. بيكون في الحلقة دي اسمها الحلقة العصبية. بيكون فيه القناة العصبية جواها اللي بيمر منها النخاع آآ الشوكي. ادي نتوء مفصلي. آآ ده ده نتوء آآ مستعرض. نتوء مستعرض نتوء مفصلي امامي. نتوء مفصلي امامي تحت خالص كده بيكون في المفصلي الخلفي عرفنا منظره تحت آآ الحتة دي برضو بتفيدنا يا جماعة. بص هنا في الرسمة انت شايف ان نوتون نفصلي خلفي. فتحس ان الاتنين وارة بعد. لكن بص في سري دي. بص في سري دي ومتعة السري دي. شوف انما كان نوتون نفصلي الخلفي في نوتون نفصلي الخلفي فين يا جماعة هوا. شايف لمنظر? ده نوتون مفصلي امامي. لما ده نوتون مفصلي خلفي. انت في الرسمة تحس ان هم الاتنين جامعة لأ. ده واحد فوق عشان يتصل بالفقرة اللي فوق فنقول علينا تقوم بصال علوي. وواحد تحت عشان يتصل بالفقرة اللي تحت. وطبعا هم اتنين. فيبقى كده بتتصل الفقرة دي بتتصل مع اللي فوق. بتلت مفاصل واحد اتنين تلاتة اللي هو مع الجسم. وهنا واحد اتنين والجسم بيكون التالت. شفت بقى رسمة السري دي بتفيدنا قوي في الحاجات اللي زي كده. ادي شكل هو تليه الفقرة. هلا بقول لك الجزع ده عبر عن المنطقة اللي بتتوسط جسم الانسان وبتشمل كلها من الصدر والبطن والحوط. فلا بقول لك عدد الفقرات اللي متمفصلة. عدد الفقرات اللي متمفصلة هتكون طبعا متمفصلة بحنا كده معنا الصدر والبطن والحوط. الصدر ده بيكون في فقرات صدرية اتناشر متمفصلين. البطن بيكون في الخمسة الخمسة القطنية بيكونوا متمفصلين. الحوط بيكون في خمسة عجزية وكمان اربعة عصصية. بس ولا ده متمفصل ولا ده متمفصل فمش نحسبهم معا. فنحسب الفكرات الصادرية والكطنية اللي هما 12 والخمسة بيساوه كام بيساوه 17 الفقرة المنصفة للعنق الفقرة رقم 4 لان احنا معنا 7 7 فمنتصف السبعة يكون 4 بحيث ان يكون فيه 3 من فوق و3 من تحت واللي في النص هي الفقرة الرابعة بس الفقرة المنصفة العمد للفقرة للفقرة رقم 17 احنا معنا 33 فقرة 33 فقرة فبيبقى فيه 16 من فوق و16 من تحت يعني 32 اللي في النص خلص بتيبقى الفقر رقم 17 كده نكون خلصنا العمود الفقري فنبدأ ندخل على الكفص الصدري اول حاجة في الكفص الصدري هي عضمة اسمها عضمة الاسترنم لها عضمة القص عضمة القص بتتكون من 3 اجزاء هادي الجزء اللي فوقها هوت اسمه المانيبريم الاسامية او الاجزاء دي مش هتبقى علينا عماتها يعني هتبقى شبه الكرافوتا كده والجزء ده يسمه جسم العضمة والجزء اللي تحت ده اسمه النتوء الخنجري بيبقى عامل زي بيبقى غضروفي بيبقى جزء غضروفي يبقى عضمة القص اللي بتكون موجودة قدامنا كده العضمة دي بيتصل بيها الضلوع طيب الضلوع كم ضلع معانا 24 ضلع 12 في كل نحية يعني النحية اللي مين فيها 12 ضلع ونحية الشمال فيها 12 ضلع طيب هل يطرقوا كلهم متوصلين بعضمة القص من الامام طبعا غلط طيب ليه لان احنا عندنا اول سبع ضلوع اسمها الضلوع الحقيقيقية ادي اول سبع ضلوع 1 2 3 4 5 6 7 اسمها الضلوع الحقيقية ليه لانها بتتصل مباشرة بعضمة القص فنقول عليهم الضلوع الحقيقية يبقى لما قولك الضلوع عدد الضلوع المتصلة مباشرة بعضمة القص مباشرة بعضمة القص هتقول لي سبع فكرات سبع ضلوع هقولها غلط سبع ازواج سبع ازواج من الضلوع لان احنا معنا سبع من نحية اليمين وسبعة من ناحية الشماء. طيب عدد آآ آآ الفكرات آآ عدد الضلوع قلنا سبعة ازواج يعني اربعتاشر. اربعتاشر ضلة. طيب بعد كده دول كانوا السبعة. فيه تلات ضلوع تحت هنا. اسمها الضلوع الكاذبة. الضلوع الكاذبة. بص الضلع بداية ان بقى من الضلع الثامن والتاسع والعاشر. اسمها الضلوع الكاذبة. ليه? لانهم ممتصلين بالغضروف بتاع الضلع السابع. مش متصلين مباشرة. بس يعني هم مسلا هم متصلين بالقص ايوة. بس مش بشكل مباشر. لانهم متصلين بالغضروف بتاع من الضلع السابع. فلما اجا اقول لك مسلا. لما اه سألنا سؤال اول ان عدد الضلوع المتصلة مباشرة بعضمة القص سبعة ازواج. طب عدد الضلوع المتصلة بعضمة القص ما قلتش مباشرة. يبقوا كام? ما تقولش عشرة. يبقوا عشر ازواج. لان عشرة من ناحية دي وعشرة من ناحية دي. يبقى تاني عدد الضلوع المتصلة مباشرة بعدم تلقص سبع ازواج من الضلوع يعني اربعتاشر ضلع طب عدد الدلوع المتصلة وبس المتصلة بعدم تلقص عشر ازواج يعني عشرين ضلع طيب كده فاضل اتنين اتنين في كل ناحية اسمهم الضلوع العائمة لانها مش متصلة باي حاجة من قدامها هي متصلة بالفكرة الزهرية من ورا بس مش متصلة بحاجة من وراها مش متصلة بحاجة من الضلع رقم احداشر والضلع رقم اتناشر طيب بالنسبة لترتيب الضلوع بص الضلع الاولاني متصل بالفكرة الزهرية الاولى يعني دي الفكرة الزهرية الاولى متصل بقى الضلع الايه الاولاني طيب لو جيت قلت لك الضلع الاولاني متصل بالفكرة الزهرية الكام هتقولي الفكرة الزهرية الاولى طيب لو جيت قلت لك الضلع الاولاني متصل بالفكرة سكت قلت لك الفكرة المفروض ان الفكرة دي رقم كام في في العدد الكل بتاع الفقرات والله في سبعة فوق cargo قليلة يبقى دي التامة. يبقى السبعة فية سبعة فوق عنقية يبقى دي تامة. طب لو ما قلتك مثلا. ما الله يدهلد له رقم كام? الون ده دهه رقم ستة. متصل بالفقرة الظهرية رقم ستة. طب المتصل بالفقرة وسكيت يبقى نزود على الستة كام نزود على الستة السبعة العنقية يبقيه تلاتة عشر. يبقى فيه قانون معانا كده بيقولك ايه? بيقول لك آآ ان 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 رقم الفقرة رقم الفقرة بيساوي الضلع رقم الضلع زائد سبع اللي هما سبع فقرات مين? السبع فقرات العقية. فلما مسلا اقول لك والله هي او الضلع رقم مسلا تسعة. متصل بالفقرة رقم كام? يبزود سبعة. تسعة زائد سبعة. تسعة زائد سبعة بيساوي ستاشر. لما يقول لك مثلا اتضلع رقم عشرة. متصل بالفقرة كامل الظهرية عشرة. طب سكت قلت لك متصل بالفقرة رقم كام هتقول لي والله عشرة زائد سبعة بيساوي كده بمتصل بالفقرة رقم سبعتاشر في العمود الفقر. طيب انا عايز اتضلع. اتضلع برقص الفقرة مسبع طيب. يعني مثلا لما قل لك هو اتضلع المتصل بالفقرة رقم مسلا اه الفقرة رقم اه اه خمستاشر. الضلع اللي بتصل بفقرة رقم خمستاشر يبقى نقص. يبقى نقص يبقى نقص بضلع بيساوي الفقرة نقص سبعة. يبقى خمستاشر نقص سبعة خمستاشر نقص سبعة بيبقى اتضلع رقم تمانين. فعملنا الحتة دي? يبقى لما عاوز رقم الفقرة يعني بص تعالي نشوف على رسم السري دي. الضلع الاولاني متصل بالفقرة الكام من العامد الفقري هنزود السبعة بتاعته العنقية اللي فوق تبادي الفقرة رقم تمانية والفقرة رقم تسعة وعشرة واحداشر 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 وهكذا طب اتضلع العائم الاول اتضلع العائم الاول اللي هو احداشر متصل بالفقرة الزهرية رقم كام بتصل بالفقرة رقم احداشر طب اتضلع العائم الاول ده رقم كام احداشر يبقى متصل بالفقرة الكام اجماليا يبقى هنزود اللي حداشر زائد سبعة يعني بيساوي رقم تمنتاشر. يبقى المفروض كده ان الضلع ده ان الفقرة دي المتصل اهي دي الفقرة دي. آآ بتساوي شو? يبقى الفقرة دي رقم كان تمنتاشر. واللي تحتها طبعا هتكون رقم تسعتاشر. طيب دي برضو من الاسئلة الكويسة اللي ممكن يجي لنا عليها. في سؤال حلو خالص محتاجة اوصله لكم برضو نفهمه على سري دي. والله بقى دلوقتي لو انا جيت لك مسلا من من فوق كده ده كده جسم الانسانات وجيت من فوق جبت لك رسمة وحطت لك الضلع ده. شايف بص? شاف الفرق ما بين الضلع حجم الضلع الاول ده كده الضلع الاول. شايف حجمه? شايف حجمه الكوس بتاعه صغير ازاي? شايف الضلع التاني اكبر شوية? شايف الضلع التالت اكبر شوية? شايف مسلا بص. شايف الدلع ده? هخبي لك بقى واجه بص اهو. هخبي لك هيد اثر. هخبي كله. لأ هاتهم تاني. محتاجهم. هدي دي كده. ماشي. هيد مسلا اه هيد اثر. شايف المنزر ده? واجيب لك المنزر من فوق كده. الرسمة بتاعتهم من فوق. واقول لك تفتكر الضلع ده رقم سبعة ولا تمانية ولا عشرة ولا واحد. والله بقى افتكر بقى الرسمة معاها كده. ده الضلع رقم واحد. اهو. الضلع رقم واحد. ليه? تعرجع كده المنزر. بصي شكل الضلع رقم واحد عامل ازاي? شكل الضلع رقم واحد القوس بتاعه صغير. طيب اجي لك مسلا هنا هو اتامسك ده كده. الضلع ده كده. واعمل مسلا هيد اثر. واجي لك من فوق اهو. بص اهو. شايف دي الرسمة اللي جات معنا في اسئلة كتاب الامتحان. هيجو قل لك ايه? تفتكر والله الضلع ده اه اول حاجة هو الايمن والله الايسر طبعا هتخط كأن ده شخص قاعد قدامك. كأن ده شخص قاعد قدامك اهو. كأن الرسمة دي كده فيه بنا ادم قاعد قدامك. يبقى الضلع بتاعه انه الضلع اليمين. ده كده الضلع اليمين. طيب. اه اه طب الضلع اليمين رقم واحد ولا رقم احداشر ولا مسلا الضلع رقم اه خمسة. والله تبدأ بقى تفتكر ترجع على المنظر كده. الضلع ده اكيد مش الاولان اللي ان احنا قلنا الاولان بيكون شكله صغير. لكن واللي احداشر بيكون ضلع عائم. يبقى ده اكيد رقم خمسة. يبقى احنا اميزنا هنرجع بقى كده. يبقى احنا شفنا منظر الضلوع عاملت ازاي? اهو شكل مخروطي. الضلوع طول ما احنا بننزل 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 حجمها بيبدأ ان هو يكبر 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 لحد ما نوصل للضلع رقم سبعة اللي اعتبر هو اه من اكبر الاحجام يعني المنطقة اللي في النص دي بتكون اكبر للحجام. طبعا الحجم مش علينا بس احنا بالبديه كده. طب تعالنا نمسك مسلا ضلع رقم احداشر. اللي هو الضلع العامل اول. تمام? تعالنا نعمل لي كده اه اخفي لي كل دول. واجب لك المنزر بص بقى المنزر بتاعه عامل ازاي? اهو. ممكن يجيب لك رسمة زي كده. ويقول لك والله وضلع مين ولا شمال? كان في شخص قدامك بدا كده ضلع مين? طب الضلع الاول ولا التاني? ولا السابع? ولا الاحداشر? لا ده ضلع عائم. ده شكله عائم اوت مش مكمل القوس بتاعه. يبقى نخلي بالنا من القسلة اللي زي كده. خلي بالنا من القسلة اللي ايه? اللي زي كده. طيب فاضل حتة بقى مهمة هنا بيقولك اه لو جيت بتاعك والله كم عدد العزام المتصلة بعضمة القص؟ ادي دي كده عضمة القص هيت. اه كم عدد العزام اللي بتكون متصلة بعضمة القص? تعالي نشوف الشكل التاني من الاول خالص. نجي نمسيك عضمة القص كده? حسنم افروض ان انت هتقولي المتصلة بعضمة القص في هنا اه عشرين ضلع وفين عشرين ضلع بالمفاوض عشرين? اجاج اقول لك لا خلي بلدك جزء اللي فوق ده هنا بتاع عظمة الكس بيكون بتصل بيه عظمة عفقية اسمها عظمة التركوة. عظمة التركوة ده عظمة اليمين وده عظمة عظمة التركوة اليمين وهدي كده عظمة التركوة الشمال. فلما كده لكم عدد العزام المتصلة بعظمة الكس. هتحسب لي عشرة من هنا. عشرة. من هنا. اه ضلوع وعشر من هنا لكده عشرين. ودي كده واحد بعشرين ودي اثنين وارد كده عدد العزام الكل المتصل بعضمة القص اتنين وعشرين. طب لجوة قلت لك عدد العزام المتصل بشكل مباشر بعضمة القص. والله هتقول لي المباشر يبقى احنا معنا سبعة وسبعة اربعتاشر. طب لما المباشر يبقى سبعة وسبعة اربعتاشر. واتنين يبقى ستاشر. الاتنين اللي هم القص. مش هابدأ احسب العزام مش هابدأ احسب الضروع اللي تحت اللي هي الضروع الكاذبة اللي هم التمانية والتسعة اللي هم التمانية ده التامن وده التاسع وده العشر. طيب تعال نقرأ كده الكلام البيانات. اتمنى هكون فهمنا الحتة دي. البيانات بتاعة الكفز الصدري. بقول لك. اه طب عدد عزام الكفز الصدري احنا قلنا في الاول هيكونه خمسة وعشرين. بس لما اجا قل لك عدد العزام اللي كانون الكفز الصدري هنحسب الخمسة وعشرين اللي هما. اه اللي هما طبعا اربعة اربعة وعشرين اتنشر واتنشر يعني بص بص. احنا عندنا اتنشر ضلح. واتنشر ضلح. وبيكون فيه قدام عضمة اسمها عضمة القصة. طب بيكونوا متصلين من الخلف بمين? بالفكرات الزهرية. عددهم اتنشر. فنحسب اتنشر واتنشر اه اربعة وعشرين. خمسة وعشرين مكمل اتنشر بكده عدد العزام الاجمالي. اللي زام المكون للكفز الصدري هما سبعة وتلاتين عضمة. احنا في الحالة دي هنحسب معنا مين الفكرات الزهرية. طبعا هنا بقول لك اه اه هو علبة مخروطية الشكل خلاص شفناها. وركمنا وركمنا الضلوع. بتتصم الخلف البقفرات الزهرية اللي هما اللي اتنشر فقرة ومن الامام بعضمة ايه القصة. طب يتكون الكفز الصدري من اتنشر زوج من الضلوع. اتنشر زوج. هنا هنا اتنشر ضلوع هنا اتنشر ضلوع فبقى اتنشر زوج. العشرة الاولى. آآ العشرة الاولى بتتصل بين الفكرات الزهرية وعضمة الايه? وعضمة القصة. طيب عرفناهم. والرغم من التامن والتاسع والعشر بتتصل بشكل غير مباشر. بس بيكونوا متصلين. طيب الزوجان الاخيران اللي هو الزوج اللي احداشر والاتناشر دي اسمها ضلوع العائمة لانه مش بيتصلوا بعد ما تلقسم له ده. واللي هما بيكونوا متصلين بالفقرات رقم تمنتاشر وتسعتاشر. عرفنا ازاي بنزود احداشر زائد سبعة يدونا تمنتاشر. والضلع رقم اتناشر زائد سبعة يدونا تسعتاشر. ده التعريفات بتاعته. وظيفة الضلوع ان هي بتساعد على الحركة اثناء عملية التنفس. فها تلاقيها بتتحرك للامام وللجانبين. بتتحرك لامام وللجانبين. علشان تزود من الساعة تجويفلا Loyal الصادر. طب اما السهم اللي نزل دا مين? سهم عضلة الحجاب الحاجز. فاجيل لك مسلا سؤال واقول لك صح ولا غلط? الضلوع بتتحرك في نفس حركة اه الحجاب الحاجز اسناها عملية الشهيه. صح ولا غلط? هتقول لي غلط. ليه? لأن الضلوع بتتحرك لامام وللجانبين. انما عضلة الحجاب الحجز بتنزل لتحت. يبقى حركتهم بتكون عكس بعضها. بتكون حركتهم عكس بعض. طب عملية الزفير الحجز يطلع يطلع لفوق. طب الضروع بتبدأ ان هي تضم الجوة. بتبدا بتخرك العكس بقى. بتخرك على جوة الضم. تضم على جوة. آآ برضو سؤال من ضمن الانتحانات اللي فاتت بقولك الغضروف. الغضروف ده ما عندنا بس عضمة القص. ده كده عضمة. دي كده ضلعة اهو. ودي كده عضمة. الجزء ده غضروفي. المنطقة دي غضروفية. طب الغضروف ده وظيفته ايه? وظيفته ان هو بيساعد على حركة الضلوع اسناء عملية التنفس. يعني وظيفة الغضروف ده انه بيدي اتساع او بيساعد على حركة الضلوع اسناء عملية ايه? اسناء عملية التنفس. ده كم من اسقات السنين اللي فاتت. آآ اتمنى تكونوا استفادتم من الفيديو ده. ولو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناة. وتفعلوا جرس الاشعارات ويتكتبوا لي التعليقات حلوة كده ان شاء الله يعني تفرحني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.